هل تحب أن نبدأ بإيه؟ أحب أن أبدأ بعبدالله السعيد ياشي يبدأ على أن أنت السبب في الأزمة دي كلها أنا؟ لا طبعا بتغذر شاكر أنت لما طلعت الفيزا وقلت أنا خلاص حل المشكلة لعبدالله السعيد وأنا هدفع الفلوس من عندي وبتاع كلنا قاعدة مستنيين عبدالله السعيد قاعد مستني وما بيعملش مشاكل وما بتكلمش الكريدت حد ما فقد أنت هت... هتدول فيه ولا ما لقالي حاجز فهو في صراحة أنا شايف وجهة نظر إن أنت سبب أزمة عبدالله السعيد وما طلعت الفيزا وقعدت الراجل إنه هاخد فلوس وبعد كده ما أخدش لا أنا كنت بقوله مستعدة أتسلفك تقولت مستعدة هتطلعت الفيزا وقلت 2 مليون دولار دول عندنا يا أم انت هتأولني أنت قلت 2 مليون دولار وانا حيلت 2 مليون دولار عنده وانا حيلت 2 جيليك مش عنديك مش مهمة عندهم لك وبتاع وانا مش لايب كونه عملي منذ المراضي لما حضرت الفيزا هو كان متطمن فحضرتك واضح إنه أنت أنا السبب يعني أنه ارتكن علي الأزمة تسببت فيها أنت ضعفت الأزمة بتاعة عبدالله السعيد هو ارتكن علي يعني توسط أنا عاوز أولك عبدالله أزمة عبدالله السعيد ما بدأتش من تصريحه الأخير في الإعلام أو الصحيفة اللي اتحدث فيه هي بدأت من أيام صحيفة موقع أيام كان موقع شايف كان من دقيقة ذا أثليتك دا موقع تمام بدأت الأزمة من لما الكابتن سيد عبدالحفيز قال لي شوف حالك وكانت بداية الأزمة الكابتن عبدالله السعيد كان متنسك بنادي الأهلي حاب يتفوض مع النادي الأهلي النادي الأهلي الكابتن على لسان الكابتن سيد عبدالحفيز قال لي شوف حالك الكابتن سيد عبدالحفيز كان في الوقت دا هو الكابتن أحمد فاتحي وحصل معه مفوضات مع الزمان وهو الراجل مضى لنادي الزمان وجاء بعد كده حصل العبارة الشهيرة للكابتن عبدالقيع لما أجهش بالبكاء لما شاف الكابتن حسين البدري والموضوع ايه تحل هو تراجع عن توقيعه النادي الزمالك لكن النادي الأهلي في الوقت ده قال له خلاص انت اخترت الزمالك انت مش هتكمل معنا وتم فكرة عارضه وجات فكرة العقد انه هو لو كان جاله عقد برة يبقى النادي الأهلي ياخد الفلوس والشرط الجزائي هو رجع قال لك أنا كان فسخت العقد بتاعي ببقيت لعب حر والأحداث تسلسلات من حق اللعب كان يطالب بحقه أموره المادية خاصة انه تم الحجز على كل أرسطه في البنوك رجل بقولك انه هو كان دفاع بناء على حكم مركز تسويق والتحكيم وانا كان ليا حكم من محكمة الكاس الأهلي طبعا استشكل قدام المحاكم المدنية في اللي هي الدولة الوحيدة طبعا عشان دولة المقر في السويسرا الأزمة بدأت تشتعل هو رجل دلوقتي حضرتك الناس كلها بتكلم طب ليه التوقيت ده هو رجل زي ما حضرتك ذكرت انت يعني أنا بساطة من تحليل حضرتك لها هي بعد قانوني انه هو برضو رجل لو تحدث في مصر مش هيبقى لا صدى زي برة فكرة انه هو أنا متأثر وانا اتضررت ازاي والأزمة اللي أنا بمر فيها ومعناتي من النادي الأهلي فانا ده كل تلخيص الكابتن أزمة الكابتن عبدالله سعيد من وجه طب انت سرت القصة يعني لكن أنا خلينا نتكلم على الموقف الحالي اللي هو عبدالله سعيد في تصريحات الكابتن عبدالله سعيد في تصريحات أو تصريحات محامية هي هدفها اكتساب التعطف تمام مع انه اي شيء بيصل للمحكمة لا تعطف فيه طالما الموضوع وصل للمحاكم للفاصل يعني هنا مركز التسويات فاصل للأهلي خلاص حكم نهائي بالنسبة لنا هنا خلاص هو عنده منفذ اخر نحترم لجوء له ليه اللي هو المحكمة الفيدرالية في سواسر لا بس ما تنساش انه هو عبدالله سعيد برضو واخد حكم من المحكمة الكاس انه هو وقف انه هو يعني قرار الاهل وانه الاهل اللي هو اللجأ للمحكمة المدنية عبدالله ما خدش حكم من الكاس فسوسه عشان ايقاف يعني طعن على قرار المحكمة الكاس حضرتك دايما في القضاء التسلسل القضائي المحكمة الاعلى تجوب المحكمة الاقل فهو ما خدش حكم من الكاس هو لو اخد حكم من الكاس هيجوب بمركز التسوية يعني هو عبدالله واخد حكم من الكاس والقال اللي راح مركز التسوية يقوله مركز التسوية لما هو الكاس وقف لا يفاند الكاس لما الكابتن عبدالله سعيد لاجأ له وهو الفيفا قاله ده شأن داخلي لما طلع منها الاهل جد ده شأن اتحاد الكورى المصري اتحاد الكورى المصري رفض البت في الموضوع فالقال اللي راح لمركز التسوية اخد الحكم المحكمة الفيدرالية هي الفايصل التفاصيل الكاس الكاس توقف لقرار مركز التسويق الكاس ما هوقف yet لان هو اللجوء الي وهو دلوقتي ان هو بتكلم فيها المحامين بتاع الكابتن عبد الله سعيد انه هو فيه سلطة اعلى من سلطة و الكاس لو وقف طيب عبد الله سعيدلي راح للمحكمة الفيدرالية في القرارات الاهل الاهل اليراح مش عبد الله عشان وقف التنفيذ القرار يعني الاهل اللي راجى للمحكمة الممكن المدنيه في سويسرا عشان هي المكان الوحيد اللي تقدر تلق protective الد pendب الله سعاده اللي رحlaughs محكمة الفجرالية مش الاهل بص باز محمده و القصة دي كلها انت انت بتوافقني بعيدة عن الاهلي وعبد الله سafa انت بتوافقني انما يارته عن هذا اللي هو الجهة النهائية للمحكمة الفجرالية مفترض هو فصل على الكل حكمت للأهل خلاص حكمت لعبد الله خلاص مش انت بتلجأ لكل أسانية الحرونية والطرف التاني وده حقك وحقي لو احنا طرفين متنازعين ما نفعلش نمسك في بعض في جهات انت بتلجأ لها فيبقى ده الفصل بعيدة عن التعاطف يعني ممكن في ناس تتعاطف مع الأهل بانتماء ونس تتعاطف مع عبد الله بانتماء لكن وما أن الموضوع راح للقضاء اللي حسب للأهل بنانا عليه الأهل يحجز على أرصدة والحجز على أرصدة اصلا وما انت مش بتاخد حكم مركز تسوية وتروح البنك يقولك اوكي احجز لا اذا انت بتروح وزارة العدل وبتعمل تاخد صيغة تنفيذية عشان صحي كده فإذا هذه الإجراءات قانونية مية في المدينة وفق القانون المصر عشان بس بس يبقى المر واضح هو كان الكابتن عبد الله فعلا في حتة لاجأ في المركز هذا عشان وقف اللي هو القرار للتنفيذ بتاع الحجزة على أمواله على اعتباره انه هي قضية رياضية حتى هنا حضرتك دلوقتي للأسف بعيد عن قضية الكابتن عبد الله سعيد هو أحكام مركز التسوية والتحكيم أغلبها في حكم من المحكمة الدستورية انه هو ابطال مركز التسوية بكل قراراته بداية من الأساس لنسفه وده الخلى دلوقتي في الوقت الحالي شغالين على اقرار قانون رياضة جديد عشان انه هو مركز التسوية والتحكيم يبقى عاد طبعا من خلال التجربة والفترة والفترة دي ازاي تقدر تستفاد منه لأنه أغلب أحكام حضرتك دلوقتي تلقى الناس رجعت تاني وكلها للقضايا الإداري مرة تاني طب وميله عشان ده كان في خلل في تفسير تفسير مواد القانون مشي فأوكي لكن في التعديلات اللي حصلة مؤخرا في قانون رياضة كل الكلام ده هيتقفل بعيد عن كل المحكامة الرياضية أنا مش متذكر الأهلي عشان برضي بقى وعلياتنا صدقة أنا مش متذكر الأهلي اللي راح ولا عبد الله اللي راح أنا مش ده الموضوع بالنسبة أنا الموضوع بالنسبة ده اللي راح أو ده اللي راح ده اللي راح الكاس أو ده اللي راح الكاس ده اللي راح الفدرالية أو ده اللي راح الفدرالية ما ينتهي للأحكام النهائية هو ده المفترض الحق طب هو السؤال برضو هلما عبد الله السعيد قال لك يعني أنا إيه إنه الأهلي بيلحقني أو أين كان المستلح اللي تم استخدامه على أساسه أنه بيلحقه في الأحكام القضائية ليه صورة الغضب الشديدة ضد عبد الله السعيد اللي هو الرجل برضو زي ما النادل أهلا بيطالب بحقه وعبدالله السعيد طالب بحقه يعني ليه صورة الغضب الشديدة ضد عبدالله السعيد لما تكلم والراجل بيحاول يعبر عن وجهة نظره وأن هو الضرر الغضب من مين من عبدالله السعيد يعني فيه هجوم شديدة على كابتن عبدالله هجوم من مين من العلام والأهل الأهل مهاجمش لأ قفيت بعض لأس تكلمت يعني أنا قلت لأعلام أنا تبعت المنتمين لمؤسسة الآل تكلمه معلش يعني منتمين يعني حد موزيع أهلاوي مثلاً؟ لا لا يعني حضرتك بعض اللعيبة حرارك إنت مثلاً لو سألت لعيب أهلاوي في البيتنامي وما في الآخر ما أنا بقولك دي ما أنا في الآخر دي كلها أنا قلت حكومة الانتماءات ولو شفت حد من الزمالك حقول وجهة نظر وصلاح عبدالله دي كلها أحكام انتمائية أو أراء انتمائية